لقي تأهل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لبطولة العالم للرجل الحدودي والتي ستقام في كونا هواي لقي صدا واسعا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية باعتباره إنجازا تاريخيا غير مسبوق بعد تحقيقه للمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للهواة والعسكريين والتي يقيمت في المملكة كما أكد تنظيم البطول أن البحرين قادرة على استضافة كافة الفعاليات والبطولات الكبرى ما أسهم في الترويج الناجح لمملكة البحرين وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام بهذا البيت الشعري العربي الأصيل يمكننا فتح الصفحة الأولى من قصة نجاح باتت ملهمة للشباب البحريني والعربي لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتطلعاتهم قصة نجاح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في رياضة لترايثلون الذي توجه سموه بتحقيقه للمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للهوات والعسكريين التي أقيمت في مملكة البحرين مؤخراً وتأهل سموه للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في كونا بهواي قصة لم تكتب إلا بعد بذل المزيد من الجهد والتعب ولم تكن وليدة الصدفة الانتصار الكبير الذي يعد بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى الرصيد المشرف للإنجازات الرياضية والشبابية التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في رياضة الرجل الحديدي حتى بات سموه يمثل رقماً صعباً في جميع البطولات التي يخضها وتحقيق سموه للمركز الأول وسط مشاركة كبيرة وواسعة جاء بعد جهود كبيرة ومتواصلة بذلها سموه في التحضير والتدريب لهذا السباق بدأت قصة نجاح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في رياضة الترايثلون في إبريل عام 2013 وكان هدف سموه في تلك اللحظة هو التفوق مثل ما كان متفوقاً طيلة مسيرته في رياضة الفروسية فهذا الفارس يعرف مفاتيح النجاح باعتباره يمثل نصف الطريق لأن التدريب وحده لا يكفي للفوز وإنما الإصرار النفسي والعقلي والبدني الذين يشكلون دائرة النجاح وعناصرها وفي استعراض لمشاركات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سباقات الرجل الحديدي التي بدأت في العام 2013 في برلين ومن ثم فلوريدا حيث حقق فيهما سموه نتائج متقدمة وفي العام 2014 أكد سموه أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية فتوالى الظهور المتميز لسموه في الفلبين وجنوب إفريقيا ودبي وسيراكيوس بالولايات المتحدة وبودابست بالإضافة إلى مشاركته في سباق البحرين وفي عام 2015 شارك سموه في سباقات مايوركا الإسبانية وكينزا الأسترالية وبطولة التاج الثلاثي بالبحرين أما عام 2016 فبدأه سموه بالمشاركة في سباق التاج الثلاثي بدبي ثم جنوب إفريقيا وفيزبادن الألمانية وبطولة البحرين الدولية لشرق الأوسط وفي هذا العام ظهر سموه في مشاركات متميزة أحقق مراكز متقدمة في بطولة التاج الثلاثي بدبي وسباق شتنوغا في الولايات المتحدة الأمريكية ثم بطولة دبي الدولية للترايثلون متوجا سموه مشاركاته الباهرة في الفوز بالمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي على أرض مملكة البحرين بعد تلكم النجاحات والمشاركات المتميزة بدأ سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة في وضع الهدف المحدد وهو التأهل إلى بطولة العالم للرجل الحديدي وخضع إلى برنامج تدريبي مغاير من الناحية البدنية والعضلية والنفسية لضمان التأهل إلى البطولة العالمية من بوابة البحرين ليضرب سموه عصفورين بحجر واحد وهما الترويج الدولي لمملكة البحرين عبر تنظيم بطولة الرجل الحديدي على أراضيها ومياهها والتأهل إلى بطولة العالم في كونا بهواي وبالفعل تمكن سموه بعد فترة عمل استمرت لأربع سنوات ونصف وبشكل يومي متسلحا بالقوة والإصرار والعزيمة المثالية من التأهل إلى بطولة العالم المقبلة يجمع العديد من المراقبين والمتابعين لرياضة الترايثلون عن ثقتهم بقدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على الظهور المتميز في بطولة العالم للرجل الحديدي المقبلة نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها سموه والتي تؤهله لتكرار صعود منصات التتويج